أعلنت وزارة الداخلية اكتشاف ثلاث وثلاثين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفي التسعة عشر بين نزلاء السجون مبينة أنها اتخذت الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة بشأنها بحسب إجراءات وزارة الصحة وذكرت الداخلية في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنية أن وضع الحالات المصابة مستقر ولا يدعو إلى القلق مشيرة إلى التشافي المستمر بين المصابين وموضحة أن حالة واحدة منها فقط نقلت إلى مستشفى الفروانية